وصلت تهديدات نصر الله إلى قبرص مهمشاً دور حكومته وفريقه السياسي الذي يحاول الترقيع منذ ليل أمس يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءاً من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب وفي ضوء فشل المساعي الجديدة للوسيط الأمريكي أموس هوكستين ورداً على ما أوصله من تحذير إسرائيلي لحزب الله بحرب قد تشل كل بنيته التحتية هل هو ترنح قبل السقوط الأخير؟ وحده الخائف يكثر من أعدائه حسن نصر الله يكثر من الأعداء يحاول نصر الله إهام الآخرين بأن الحرب سوف تكون واسعة جداً وسوف تجر إلى حرب عالمية نصر الله بهذا المعنى يريد أن يضع جميع اللبنانيين إما في المخابئ الأمنية كما هي عليه حاله وإلا في القبور كما هي عليه للأسف حال مقاتلين الرئيس القبرصي علق على تهديدات نصر الله باعتبارها غير لطيفة ولا واقعية مؤكداً أن بلاده تضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة في المقابل حذر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لويس بوانو من أن أي تعد على عضو في الاتحاد يعتبر تهديداً لكل أعضاء الناتو محاصرة إذن هي حكومة ميقاتي بوصفها سيطار الضرورة فهل يكفي تبرؤ الخارجية اللبنانية من تهديدات نصر الله لدولة صديقة؟ تنقل أسلحة من تركيا إلى أبرس ومن أبرس إلى دول أخرى بالمنطقة هل كل منطقة تعد إذا كانت ضمنها الشبكة أنها دولة معادية ممكن يطلق تهديدات على تركيا ولا غير بلدان ولا يدخل لبنان بحروب مع كل المنطقة نحط لبنان بموقف كثير حريج تجاه هذه الدولة وتجاه موراق هذه الدولة من الانتحاد الأوروبي ودول أخرى لبنان بهالطريقة عم بيزدولوا عزلته وعم بيحطوه بموقف انهياري أكبر من اللي كان فيه بالسابق بين الهدهد والتهديد ما زال نصر الله يقابل المطالب الشعبية بالحياد عن الحرب باستجابة صفرية وبلاد الأرز محاصرة بلعنة إيرانية تقرر الحرب والسلم والتوقيت ترجمة نانسي قنقر